ماذا حصل؟ يكون العمدة تعلم صاحبة مايكل مثلاً وعاوزي يؤرهلني العمدة أدفع من كده ما الجايبين لنا لأ؟ والله ما عرفت سلامة عليك مش عارف والله لو مش عارف عاجة دايق ما عليش ما عليش انت راجل شاعر انت ايه اللي يضايقك وهو أنا كنت لست قاعد باكتب قصيدة جديدة والإلهام لست جاي علي وأول لما الإلهام جي قالوا لي تعالى العمدة عايدة إلهام 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 ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان يا والد نسوان ايه؟ إلهام يا بتاع إلهام يلا الإلهام دي الأفكار اللي بتيجي وكمان أفكار يطبقيت عامل زي المصصة من كتر النسوان يا والله والله يا حرام عليك اتمصئ سلام عليك الإلهام والأفكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحي كده عشان يكتب القصيدة الواحي قولي الواحي انتو انتو الشعرة تقولوك لا احنا ناس تفهم ان نفهمش الكلام دي ايه انا راجل شعر وفنان طب ما تسمعنا حاجة هنا كده المناخ مش مناسب يعني لا 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 المناخ حلو وجميل والله يقول هاقف اقول شعر قدام بيت العمدة يا رجل العمدة يا رجل هايف قول بس طيب كتبت حاجة كده بتقول ايه ايه نقول تاني انت قلت اول تقولت اولاني يا لانتهتال ما هم بيقولوا كده ما لكش علاقة بنا نكون احنا متجددين ماشي قولي يلا شعري يا معدي ها نتكتب على البلدنا ميكوناف يالله اقول ايه ميكونافة يا ميكونافي اديني حتة بلد سخافي نقول تاني انت هتحفظ هاني ما انت قلت بزفتي ميكونافة يعني ميكونافة هتعيت بلد سخاف بتقول تاني ليه عشان عايز حتة تاني انت شعر من نوع الطماع وهتقرفني معا طموح طموح كمل يلا زفتي الشعر لي يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافة وانا مدقتهاش يعني ايه لحد النهاردة مروحتش البلاش يعني ايه كاميرت موبايلي من غير فلاش والله انت بتقول اي كلام ما هو كلام ببلاش يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافة وكلها بلاش يعني ايه احنا الشباب وبيطلعونا على المعاش هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا عايزين شعري للناس التفهة الهايفة اللي بيدس على بققوهم بالجزم دول ايوه عارفهم الناس الحقيري ايوه خدي بلدي ميت كنافة جوة صنية محصورة معزورة شطورة أمورة بص العصفورة اكلتني التطورة تعاني اخد صورة يا سلام عليك وعلى شعرك الله يلعب بيت شكلك شكرا ايه دي شعرك جميلة يا والد بقولك ايه انت المفروض تكتب لكبرات المغنيين انا بكتب لكبرات المغنيين اه ده مين بتكتب لبية بكتب لعمر دياب ايه ايه لاطلة منك ودلدockت وملت الحتة زروته والله بكتب لعمر دياب والله الله اكبر انت ابتدت حبة بس ما عليش شيء ده في ايه؟ انا اللي كتبتها له اه وعلى فكرة اشتراها ما هو من ذنك؟ ما انت عملت الله ايه 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 ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الأجنية ما هو ذي راك عدت طول الليلة اقول له جراني ايه جراني ايه قال لي فيه ايه قلت له خلاص يا عمر ما احطالش حاجة قلت له ليل وعدة ليل وعدة ليل وعدة وراح ليل وعدة ليل وعدة وراح خذيك كبيرة بق ما ايه؟ رجالي قال لي نعود اثنية جديدة وقلت له انت تؤمرني كان واقف هنا وانا واقف هنا خذيه وعمر رح وقف هناك راح وقلت له انا ديك تعالي انا ديك تعالي انا ديك تعالي تعالة في دارك يا خلون تعال تعال ما بنزافش يا عمر تعال ايه مجرد راح نشتريها على طول ما انتم عملت زنة عن الرجل تزنة ده انت شعرك من نوع المؤرف يا والدي بس باقول لك ما انت تعرف انا المفروض والله لو العمدي اخليك ايمن بهجة انا اه بس انت مش العمدي يلا ما حرم عليك كان نفسي بقى العمدي والله صعب تبقى العمدي ليه صعب ابقى العمدي يا عرقل انا ما تتعالش عاوستو بقى العمدي اقول لك انا انت تسحى بدري وتروح سجل المدنة وتغير اسمك تقول لهم انا مش عزب اعراضي هتسمي نفسي اعمال وانا هدلعت اقول لك ازاك يا عمدي عامل ايه يا عمدي احسن يا عمدي جاي مني يا عمدي جرالك ايه يا عمدي شفت جرالي ايه يا عمدي شفت جرالي ايه اني جرالي ايه جرالي ايه يا عمدي اني جرالي ايه اسمعك جرالي ايه جرالك ايه اسمعها لك ما تقرفناش بقى يا عد في ايه يا جايبنا هنا ليه سلام علي اني مش عارف والله جايبنا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد طالما مفيش في البلد غيرني بس يا عمدي شو اعرف شو اعرف شو اعرف إني هأومله أعديه لبوز العملو لو أنت راجل jogar freshman بوغلوس؟ أه بيقول لبوغلوس يا ماما نجوي لا هأم اللهم ارافع مقتك يا أورا ذا مكة أنا يا رب ارافع لبنوا عذني سامقني واغفرلي لو عملت عاجة غلط ما تعاقبنيش كده يا راب يا شيخ البلد خلي عندك نحوه وقوه هعوم له اي وقوه عملي يا شيخ البلد ده بيقول لي بولله ولد دهني هم اتدب الجسمة يا راب ايه ايه ينفع اللعب معك في شيخ البلد يا شيخ البلد ده علي العبيات بس ما تبوزوه لا مش هبوزوه والله ما انا بايت جابدون في الكفر دي صح ده انا ايه ديه انت بتتلكك بيا ولا ايه اسطوري علي يا حج ايوه كده ما تسطوريش اوي ما تسطوريش اوي يعني اسطوري مش واش جراهش يا خبالة ما تقولين يا عمد عايزنا في ايه وربنا ما هنعرف دلوقت احنا لازم نقوم عشان نعرف ايوه صح لازم نقوم هنعندي حل الاعدادكو دي والله بدل ما تعرفونا كل يوم ايه انتو بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكة حواليه نظرا بقى للكلاب دي ايه احنا لازم نشوف حل ايه احنا نجيب قلب زب دي ونحطه بيناتنا ونسياحه بحيث لما نجي نقوم نتزافلت كلينة يعني نتزافلت كده نقوم نتزافلتك طب احنا دلوقت هنقوم ازاي هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامة هيسيبنا بالديقة دي اكيد ربنا هينجينا ثم تيجي نحاول يا منجي من المهالك يا راق يلا يلا واحد اثنين تمام حلوة صاحبة مايكل اللي حملتها دي يا حاج حلوة يبقى قديمي بقى في سويوس هينكي يوكندنس ايه بقى يا كلبي البيرك ايه عملت هزاني وانا قاعد هنا هتديك بالجسمة دلوقت ايه ايه واحد واحد ماهيكيدة بقى هزولك ايه كي ده بقى اي كلبي معد يدخل يقعد معاني ايه دي قاعد الكبرات البلد ايه اللي جابك انتي يا رد رد علي وانت سمع السنافر كده رد علي ها انت هتسرع هو بيتكلم كل عشرين سنة جملة محدش ازاقلي محدش ازاقلي في البلد داي انتوا فاهمين دي هكابت دي دي هكابت انا عادي والله مجدود بعله كتير انت ايه اللي جابك هنا محدش ازاقلي محدش ازاقلي محدش ازاقلي خاميين ولي ايه ما افعش ما اكو غير السوت العالي ما افعش الواحد يوجو اتساكت حباتيين يا عادي انت ربنا اخد منك كل حاجة اوداك في صوتك فيه ايه 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 اعجي من ايه انت بو غسام مطر يا لا انت يوم ما تتكلم صوتك ايه اعلى اوي ايه 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 شكرا